وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وَقَائِلٌ وَعَبْدِيَا وَعَبْدَى مَنْ فِي النِّدَى مَنْ فِي النِّدَى لِيَا ذَا سُكُونٍ أَبْدَى يقول إذا وقفت فزد هاء السكت طبعا فتقول واغلاماه أو ورأساه ومعتصما هذه هاء السكت طيب هذا إن أردت وإن تشأ فالمد فالمد فقط هو الزائد وكفى فتقول ورأسا أو ومعتصما أو وزيدا أو نحو ذلك طيب ثم قال وَالْهَا لَا تَزِدْ وَالْهَا لَا تَزِدْ يعني إن شئت فاقتصر على المد أو فالمد يكفيك وَالْهَا لَا تَزِدْ وهو أمر في الحقيقة يعتبر نافلة هذا الكلام تطوع به ابن مالك وإلا فالمعنى مفهوم عند قوله وإن تشأ فالمد وأما معنى قوله وَقَائِلٌ وَعَبْدِيَا وَعَبْدَى مَنْ فِنِّدَ لِيَا ذَا سُكُونٍ أَبْدَى فأمره هين أيضا وأسهل مما قبله وهو أنه يشير إلى عندنا لهجات حينما نقول يا عبدي أو يا عبدا أو يا عبدي أو يا عبدي أو يا عبدي كان فيقول عبدي فإنه هنا في حال الندبة يقول وَعَبْدِيَا أو وَعَبْدَى هذا يحكي لك قصة هذه المسألة وقائر وَعَبْدِيَا وَعَبْدَى يعني من في الندى من يسكن في الندى بس جعل الكلام من في الندى ليا ذا سكون أبدا من جعل اليا ساكنة في الندى في حالة الندى فإنه يقول في مثل يعني عبدي يقول وَعَبْدِيَا وَعَبْدَى ليس هناك أكثر من هذا وإلى اللقاءة إن شاء الله